ما زلنا نغرق في أنوار القرآن الكريم حتى ننجو حتى نغتسل من أدراننا حتى نستنير في مستقبلنا حتى نستطيع أن نحيا الحياة ونورل من جديد في شهر رمضان المبارك هو ده اختيارنا اللي اخترناه في شهر رمضان أن القرآن يبنينا والحمد لله أتمينا الكلام عن بناء القرآن لنا وسنستمر في السنوات المقبلة والقرآن يبنينا ويبقى هو ده اتشعرنا في الحياة ولا تعسروا القرآن يبنينا دائما في شهر القرآن والحمد لله أتمينا الكلام عن بناء القرآن لنا في ذواتنا في الخمس حلقات الأول في شهر رمضان ثم أتمينا الحمد لله أمس الخمس حلقات اللي احنا اتكلمنا فيها عن بناء القرآن لأسرتنا فبنى القرآن أسرتنا بأن الأسرة قيمة وأن الأسرة القيمة المركزية فيها الحب ثم الأسرة لن يستطيع الحب أن يحيا بغير النضوج ونحن نحتاج إلى تطوير حتى يأتي النضوج ثماره ثم بعد ذلك انتهينا بأن الأسرة رحم إنساني بتعمل ميلاد إنساني يستطيع الإنسان أن يقبل على الحياة طب نقبل على الحياة بإيه؟ هيجي بقى المجال التالت من مجالات بناء القرآن وهو مجال العمل والعمل عندنا هنا ليس المقصود به فقط العمل الصالح ولكن العمل هنا نقصد به محل التكسب ونقصد به وسيلة التكسب الوسيلة التي بها الإنسان يستطيع أن يقوم بدوره في الحياة يستطيع أن يقوم بدوره في أسرتي ويستطيع أن يقوم بدوره في مجتمعي العمل هو الجسر الرابط ما بين الأسرة وما بين المجتمع وعشان كده جبنا هذا الجسر قبل ما نتقلم على العلاقات اللي هي بتتكلم عن المجتمع خالصا يبقى هنا أتينا بالعمل العمل اللي هو بيه اللي احنا بنعمل ايه مش بس هيبقى مقتصر العمل مفهوم عام يشمل عمل القلب يشمل عمل الجوارح يشمل عمل كمان كل الأعمال اللي احنا بنعملها ممكن العمل يطلق على العمل الصالح كمال ولكن نحن نقصد هنا العمل أي مجال التكسب الذي نعيش به نحن نتكلم بكلام نوعي ونحن نتعامل مع القرآن نتكلم بملفات نوعية نعم العمل هل العمل يمكن أن يمتازج بكلمة العمل الصالح نعم هذا ما نريد أن نتكلم فيه ولذلك النهاردة أول ما نجي نتكلم عن العمل عن رد على شيء هدموا الطيرات المتطرفة وهدموا التدين الكمي في شعورنا بالعمل لما نسمع قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في سورة التوبة الآية 105 هنا بقى هيتأسس حاجة ظلت الطيرات المتطرفة تهدمها وهي مسألة مين؟ وهي مسألة أن العمل هيخرج عن المقاصد وأن العمل ده دنيا وأن العمل محدش يقول العمل عبادة وقالوا ليه؟ قالوا لأن انتوا بتحاولوا أن انتوا تتركوا الصلوات على وقتها من أجل العمل لا العمل مش عبادة فهدموا فكرة أن العمل عبادة وما أن فكرة أن العمل عبادة ده معنى مركزي في حياة الناس بدون ما نشعر بأن العمل عبادة الحياة لا تستقيم عارفين ليه؟ لأن العمل هو اللي بيحقق مقاصد الخلق الثلاث إحنا موجودين عشان العبادة والعمران والتسكية والثلاثة موجودين في العمل فأول معنى وأول قيمة وإحنا بنواجه العمل أن العمل عبادة يعني إيه؟ يعني عندما تخرج لتتكسب من أجل أولادك فأنت في عبادة العجب بقى من الطيرات المتطرفة والمتشددة إن هي عندها أي حاجة وأنت ممكن تعملها بالنية بأعبادة لو أكلت بالنية بأعبادة لو سمحت بالنية بأعبادة كل حاجة لو أعملتها بالنية بأعبادة وجوم على العمل وعندهم مشكلة إن العمل يبقى عبادة عارف ليه؟ بعضهم كان عندهم مشكلة عشان هم مش عايزين أي حاجة لأن العمل كان الأكتر شهراتاً لما ننطلق على العمل فلان راح العمل بيطلق على العمل الحكومي وهم عندهم شيء من كراهية المؤسسات وعشان كده هم عايزين ينزعوا إمكانية إن تكون المؤسسة اللي بأعمل فيها الكيان اللي أنا بأعمل فيه الشركة الورشة أي حاجة يبقى داوة محراب عبادة لا دا محراب عبادة ولذلك من أحد المجالات المهمة اللي محتاجين للقرآن يبنينا فيها مجال العمل وأنا بشوف العمل نعمة من نعم ربنا لابد من شكر ربنا عليها لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان يستطيع أنه يعمل ويتكسب يبقى داوة نعمة من نعم ربنا الآية هنا بتقول لنا التدريب على مفهوم العمل وبيان إنه أمان وإنه أحد أسباب مدد الله سبحانه وتعالى لأن قوله تعالى فسار الله عملكم وكأن ربنا بيقول لنا هتكونوا في محل نظر الله وما با لكم بقى واحد في محل نظر الله سبحانه وتعالى ويمكن دا معنى قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيانه حياة طيبة يبقى إيدا اللي حاصل فلنحيانه حياة طيبة بمين الله سبحانه وتعالى يحيي حياة طيبة بنظره سبحانه وتعالى ولذلك فالعمل عبادة ولذلك قلنا لما نحب العمل ونعيش وإحنا بنحب العمل لأنه لما يسألون أنتوا ليه بتحبوا العمل بنقولهم لأنه العمل دا بيبقينا على الأمل إن احنا نكون في محل نظر الرب الأجل بقوله قل اعملوا فسيرى الله عملكم يبقى إذن أنا ليه بأعمل بأعمل عشان أكون في محل نظر الله سبحانه وتعالى فسيرى الله عملكم يا سلام إن أنا بأعمل ربنا نظر إليه أنا بنزل للعمل لعلي أرى أرى الله أن تعبد الله بس بس أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك فإن اللي حاصل فأنا في العمل الله يراني فأنا في العمل فإذا أنا عشت بدا بأن العمل دا عبادة تتغير الحياة ويتغير كل شيء في الحياة وهنا لازم ننظر للعمل بقى هنا بقى لما أنظر للعمل على إنه عبادة لا يمكن العمل يبقى عب يمكن العمل يا سادة ينفع أن العمل اللي بيعمل معنا الرجولة من المؤمنين رجال العمل اللي بيعمل فينا الرجولة يتحول للعب أو يتحول إلى مهانة وزل فواحد يعتبر إن العمل دا زل لا العمل لو كان فيه شيء من المكابدة وشيء من المشقة وشيء من العمل دا لإنك العبادة على قدر المشقة يبقى لازم أنت تبص للعمل على إنه مش عب ولا ثقل عايزين نخلص من هذا المفهوم ونرتاح ويبقى العمل دا نور وبركة في حياتنا أنت هيتجي لك البركة فين غير في وعاء الوعاء دا هو العمل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم يبقى أنت البركة هيتجي لك فين في عمل النور هيتجي لك فين في عمل الوصل هيتجي لك في عمل المحبة والقرب من الله هيتجي لك فين في عمل ولذلك العمل عبادة وإنما عبادة تجلب لك المحبة الله سبحانه وتعالى وفي الحديث إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه إيه دا؟ يعني العمل ممكن يجلب لي محبة الله سبحانه وتعالى وفي الحديث ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يدي وأنبياء الله وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي كل أنبياء الله أكلوا من عمل أيديهم يبقى العبادة اللي في العمل لازم نفهم أن هي ليست للرصيد وإنما للدخول في ساحة العبيد إن أنا بعمل عشان أبقى عبدي لله سبحانه وتعالى يعني تدخل بعملك وبإتقانك لي أن أنت تبقى في سبيل الله وتبقى في محل نظر الله وما أكثر الحديث اللي بتبين المعنى دا مرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ما أعجبهم فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فشوف بقى رسول الله وبيغير المفاهيم وبيخلي العمل عبادة فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله لو خرج يجب له متعيش لأولاده يبقى داوت في سبيل وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج رياءا وتفاخرا فهو في سبيل الله فإذا خرج يتفاخرا فهو في سبيل الشيطان آه يبقى حالة وحدة أنه يكون في سبيل الشيطان يبقى من صفات العمل اللي بيدخلنا في ساحة العبيد أن يكون عملا دائما وفي الحديث حضرت النبي يقول خير العمل أدوامه وإن قل يا سادة لازم نقضي على فكرة أن العمل ده عب على أن العمل ده زل ومهانة العمل ده عبادة لله سبحانه وتعالى العمل ده حب لله العمل ده محبة من الله لنا يبقى كمان يكون العمل ده بيرأيك وبيكسبك قيمة مضافة وفي أحد الأثار قال سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل يبقى احنا لازم نخلي بالنا أن العمل ده ساحة وسعة للإقبال على الله العمل ده عيعمل فينا إيه ويخلينا إزاي أحسن ويخلينا كمان إزاي ندخل في ساحة عبادة الله وإزاي نقدر نوصل ونرجع هيبة العمل تاني ونرجع قدسية العمل تاني ونرجع احترام العمل تاني اشتركوا في القناة